هذا وتواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أي أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبطات تصل إلى 115 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تمضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية مختلفة كما تمضبط ما يقرب من 17 طن دقيق مدعم وسكر تموين وأسمدة مدعمة و5400 استوانة بوتجاز وذلك في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط قرابة 12 طن أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط أكثر من 28 طن أسمنت